لما الصلاح ده رمز كبير جدا 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 سيبك من ان المنتخب لم يحاقق اه لم يحاقق وانه صلاح لم يكن في الفورمة بتاعته اه ما كانش في الفورمة بتاعته وانا قلت وقتها ان صلاح لعب حجم مباريات دور انجليزي في منتهى القسوة اللي في الدنيا اللاعب فيه بيجري من 14 ل 16 كيلو متر في المباراة هنا بيجري من 7 ل 8 كيلو بكبيره يعني بالاضافة خاد بطولة طويلة عريضة اسمها دوري ابطال اوروبا انا بسميها اقوى من كاس عالم ووصل للنهاي واخد النهاي استون هيكا واستون فيزا خلاص شبع 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 غزبا عنه مش بايده وبالتالي جسمه ما بقاش قادر على التلبية القوية اللي لو جيه فريش والسبب ايه السبب ان اتعمل اتعملت هذه البطولة في توقيت كل الدوريات خلصت كانت قابل كده بتعمل مبكرا وكنا بنستدع اللعيب المعسكر هنا والحكاية والرواية وبيلعبوا بيخلصوا بيرجعوا يكملوا دورياتهم المرات البطولة اتعملت بعد انتهاء الدوريات الاوروبية كلها فالدنيا كلها استهلكت تماما وبرده بالمقارنة برياض محز الناس اللي بتحط برضه خلي بالك رياض ما هواش اساسي في منشستر سيتي زي محمد صلاح في ليبربور هو حتى كان بيشتكي رياض من الحكاية دي رياض كان بيزن نص ساعة تلت ساعة بالرغم له عايب عظيم عشان اخواننا في الجزاء اللي بتفرجوا علي لعايب عظيم بكل ما تحمل الكلمة من معنى لكن هو حظه ان كان فيه اتنين زي النار بيلعبوا في الحتة دي هناك دوسيلفا طبعا اخوان دوسيلفا اللي اتنين نار فبالتالي كان بيبقى بلكن صلاح فول تايم فول تايم طب مين كان فول تايم زي سادي يوماني سادي يوماني لم يحقق ايضا في امم افريقيا لانه جاي مستوي زي صلاح لكن الوحيد اللي حقق هو رياض محرز لانه مجاش مستوي زيهم لكملوا في بطول الدورة ابطال اوروبا ولا بيلعبوا بشكل عام طوال الموسم زي ما صلاح يوماني بيلعب طوال الموسم تمام تمام